اثانية صباحا منتصف الليلة بتوقيت جرانتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله ووفقا للجريدة الرسمية بيتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحفظ البنك المركزي ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والوزير المختص بشؤون الاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعية ومؤسسات المستثمرين أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي قرر رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى لتصدير ويعد تشكيل المجلس الأعلى لتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة أن تقوم الدول الأوروبية بمساندة عملية التنمية في شمال إفريقيا لتقليل عمليات الهجرة إليها في حوار مع صحيفة الجورنال الإيطالية أكد مدبولي أن المرأة المصرية حاليا تتمتع بمختلف حقوقها وتتولى مناصب مختلفة ولا يوجد أي تهميش لها بل هناك تمكين للقيادات النسائية المتميزة في مناصب عدة أضف مدبولي أيضا أن مصر تتكامل مع دول العالم العربي ولا تتنافس معها ماضحا أن الشعب المصري رفض محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتغيير طبيعته وهويته والتأثر بمنهج وفكر متطرف كما أكد مدبولي أن استراتيجية رئيس السيسي هي قبل كل شيء تحديث المناطق الريفية والاستثمار في البنية التحتية لتحسين الحياة في القرى أكد أيضا أن الحكومة تضع في أولوياتها ملف تدريب القيادات الشابة قالت وسائل أعلام أمريكية أنه تم توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق الأمريكية السرية وقل وزير العدل الأمريكي ماريك جارلينج أن المشتبه به جاك تكيكسرع وقف بلا حوادث وقد يمثل اليوم أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوسيتس كان مكتب التحقيقات الاتحدي الأمريكي قد أعلن أنه قم بعملية اعتقال ويواصل إجراء نشاط إنفاذ القانون المصرح به في منزل بنورث دايتون توصلت في فرنسا لاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد عشية القرار الحاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع وتظهر نحو ثلاثمائة وثمانين ألف محتجا في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية وأكثر من مليون وفقا للاتحاد العملي العام وشهدت الاحتجاجات أعمال شغب حيث وقعت صدامات مع الشرطة في نانت غربي البلاد وألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع كما اقتحم محتجون في العاصمة فاريس مقر إحدى الشركات في الشعنزلزي مستخدمين قنابل دخانية لفترة وجيزة أفدت هيئة الأمن الفيدرالي روسي بإحباط خمسة ألاف هجوم سايبرانية استهدف البنية التحتية الروسية منذ مطلع العام الحالي وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية متورطة بشكل مباشر في تحضير الهجمات السايبرانية ضد روسيا أوضحت أيضا أن واشنطن وحلفة شمال الأطلسية يستغلان الأراضي الأوكرانية لشن الهجمات السايبرانية المكثفة ضد مواقع مدنية روسية باستخدام أسلحة سايبرانية حديثة ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود الظاهر على الشاشة شكرا لطيبي متابعتكم هذا المنجز كنت معكم نوران حسان كنوا دوما بصحة وخير